رحب بالستوديو بالاستاذ واصف حبيب الحركة نحن وياه طبعا ناشط حقوقي وناشط بيئي نحن وياه اليوم رح نتطرق لموضوع المحارق وطبعا اخر تحرك امو فيه يوم الاربعة الماضي مساء اهلا وسهلا فيك استاذ حركة شكرا اخذ من وقتك اليوم سهل صباحك بالعكس أهلا وسهلا فيك ابدا بالعكس بالعكس سهل صباحك وصباح المشاهدين الله يخليك طبعا المواضيع البيئية ما انا مواضيع جديدة الناس نفرت بكل صراحة يعني ما بقى تعرف مين بدا تصدق ولا بقى تعرف وين الحقيقة ولا بقى تعرف شو عم بيصير ولا بقى تعرف اذا فيه دولة المشتراع المدني او ما فيه اذا فيه دولة الوزارات او ما فيه اذا فيه دولة المسؤولين او ما فيه يعني الناس اليوم عن جد تعبت تعبت اه انتو كمان حسيتوا بهذا الاشمق زيز بهذا التعب لانه بحس انه بتسكر بابي بفتح لك عشرة ومر احد الاخصائيين بموضوع البيئة هو باللي ايلة وانا اخدت عنه قال لي بسكروا لنا بابي بفتحوا لنا عشرة قباله طبيعي لانه هي الموضوع منه مسألة تقنية دي ما منقول للنفايات ولا الكهرباء وبالتحديد منه مسألة تقنية هي المشكلة في حلول وفي حلول معتبرة وحلول صحية وحلول بيئية المشكلة هو بفساد السلطة اللي دائما بتفتش على الحلول اللي بتطلع مصاري للقيمين على العمل السياسي لمهم ولا صحة الناس ولا البيئة في لبنان الاشكالية انه بتسكرهم بابي بيطلعوا باب لذلك اي حلول اللي احنا عم نقدمها حتى لو كانت علمية عم بيحاولوا يلتفوا عليها يعني قبل بمرة فاتوا بلعبة المطامر وجينا كنا عم نقولون هيدا شي مدمر للبيئة في لبنان مدمر للصحة في لبنان على المياه الجوفية على الهوى على 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 ماشي عملوا خطة الطوارئ 18 سنة في بلد بالعالم يعمل خطة الطوارئ 18 سنة وبيضلوا المطامر بتبلش بمساحة بتصير بمساحة اكبر غير متوافقة نعمة كوستابرافا بورش حمود طرابلوس صيدة يعني كل الشاطئ اللبناني حطوا عليه مكبات نفيات لا تتوافر فيها اي شروط من الشروط الصحية والبيئية دمروا السياحة دمروا البحر دمروا كذا طيب اجوا اليوم لخيار اخر لقوا خيار سريع في الاستفادة المنية سريع التنفيذ؟ سريع الاستفادة اللي هو موضوع المحارب طيب ما هني كانوا فترة بلدي بيروت عانت عن وقف المناقصات نعم رجعت بعدين انتوا معتوا قمتوا بتحرك وتعرفت انه رجع الموضوع نعم يصار الحديث عنه رجعت وعملتوا الاستفادة هو هون الاشكالية انه انت لو عم يتعاملوا كرجال سلطة وكرجال دولة حقيقيين او كمسؤولين يتحملوا هم الناس ومصيرهم ويتصرفوا بشفافية وعلنية المشكلة انه كل هاي الصفاءات بتتم تهريبا فمنعرف فيها بالصطفة مش منعرف فيها لانه بيعلنوا عليها وقت العرفنا فيها وبدأنا نحكي بدأوا يحكوا فيها بالقلم عندما يتكلمون عن قصة المحارب عم يعطوك نماذج موضوعة بالدول المتطورة في العالم يعني ما عم بيشوا يحكوا من الهواء يقولوا بنا عفوا بنا نعمل نحنا هون محرقة بهيد المنطقة هني عم بيحكوا لنماذج مطبقة في العالم البعض من دول العالم اكيد هي عم تروح نحو الأفضل وعم ترجع تنزع المحارق من الأحياء السكنية او من المناطق مش مختلفين بس نحنا خوفنا كالوبنانيين انه ما عنا قنون يطبق هيدا خوفنا يعني في حال المحرقة اذا اشعر بقيين حكيوا من قبلكم اذا اجا ناسوا حكيوا قالوا يا عم اذا انفرز بتم عم ينحكى واذا اتشغلوا معامل الفرز واذا كل شيء اللي بيبقى الجزء البسيط ياللي بدو ينحرق بمواصفات عالمية وقصص الى ما هونالك يمكن انتو بتقتنعوا بس انتو خوفكم متما خوفنا نحنا انو ما في مراقبة لك استاذي في الموضوع له شئين في موضوع شئ تقني بيئي علمي انا مني المخول انو احكي فيه حتى ولكن باعرف عنا وينه انا ومو اتنع فيها لذلك عم دافع عنا اللي عبروا عنه البيئيين واقتلاف ادارة النفايات ليه اجا قال كل العالم يقلع على المحارق لانه ثبت انه ولا يمكن الا رغم كل الرقابة الصارمة في ضرر خصوصا بموضوع الديوكسي فكيف اذا ببلد ما قادرين نسيطر على معمل كهرباء ما قادرين نسيطر على معمل الترابي بأي مطرح بكل الملوثات ما قادرين نطبق قانون الكهرباء قانون الكهرباء ما قادرين نطبق كل الشروط البيئية وهيدا واحد اثنين نحنا عم منقول هناك بدائل تمنع الوصول الى المحرقة تمنع الوصول الى الحرق لعدة اسباب اول شي نحنا صرنا فترة منقول وكل البيئيين بينادوا وكل المختصين انا يا عمي لبنان لديه معامل فرز اذا اشتغلت مع الخطة ليه صررهم سنين ما عم بشغلوها لانه بدون يروحوا على الاجراءات اللي بتطلع مصاري بغض النظر عن ازية الناس وبعدين عبي يحكوا عن المدور ما انت تتفوت على المدور بدك ساعتين تتفوت بهذا الترابي صحيح كيف بدون يمروك اليوم 300-400 شاحنة مش بس ايك اليوم مين بيعرف مين بيقدر يرائب هايين قالوا الكوستا برافا مطمر صحي قالوا بورش حمود مطمر صحي شو صار فيه مين بيقدر يرائب الاشكالية تقنيا وصحي وبيئيا غير صحيح اللي عم يحكوا فيه واستشهادهم بالخارج ما هو بيقدر يعمل قياس عليه يعني على الاند بالمقاربة الوضع اللبناني ولا الفساد ولا الاجراءات اللي عم تتساوى فيها لا يمكن الركون لقلهم عم بيتقدم بدائل ما بدهم عيد البدائل الخطبة الثالثة اللي بكونت عاملوها هلا انتوا بعد الاحتسام اللي صار نهار الأربعة الماضي ساعة ستة مسيئا كان عنكم هذا التجمع اللي عملتو فيه جولي ممام بيروت ويقبال البلدية مجلس الوزراء مجلس النور وزارة البيئة وارجعنا ختمنا امام البلدية هيدا واحدة من الخطوات لانه نحنا ما اعتبرين ما بعطوا وراء منكم ما قالوكم مسنا تفضلوا على هالطاولة انا احكي لنا كلامتان نشوف شو بأسور ممكن الحقيقة بالمباشر صار في لقاءات مع آخرين وحضروا البيئيين وحضروا الناس اللي ضد هيدا الموضوع وحكوا كل اللي عندهم بشكل علمي للأسف ما في ازان صاغية في ازان صماء دائما لانه في فوكس على شي معين على موضوع معين يعني اليوم في حدا يقلنا هيدا السفقة مين كيف تحضرها وين بدوا يتم شراء هيدا المحرقة قديش المبالغ اللي بدها تدفع مين الشرك اللي هي لح تقوم بالتنفيذ يعني في اسئلة كتير كبيرة إجرائيا وراقبيا ليه ما في رقابة للأجهزة الرقابية داخل لبنان ليه ما عم بيردوا على البيئيين لما عم بقدموا حلول هيدا كله اسئلة عم بتخلينا نحنا ما نوسق بالمسؤولين عم بتخلينا نلجأ للشارع لا نعتبر لأنه الضغط بالشارع هو اللي حيقدر يغير المطلوب اليوم مسئولية مش بس على الناس اللي بتعرف مش بس على البيئيين ليوم الشعب اللبناني كله ينتبهنا مسألة نحنا بأمام كارثة صحية بيئية وجود المحارق بدا تزيد الإشكالية أكبر وأكبر وأكبر إذا انت اليوم ما بدك تتحرك لأنه في فلان سرق مصاري أو لأنه ما عم بيأخرب بحكومة ما عم بيسيولك حياتك اليومية بس معقول اللبناني ما ينزل على الشارع كرمالي يقول أنا صحتي خط أحمر اليوم صحطنا صحة ولادنا مش خط أحمر في مواجهة كل اللي عم بصير نحنا أمام كارثة بيئية ما عم قول في استحالة لمعالجتها عندما يكون في إرادة بهذه السلطة عندما يعطى الأمر للمختصين عندما يكون الخط الأحمر هو صحة الإنسان في لبنان والبيئة في لبنان اللي هي مرتبطة بصحة الإنسان مياه جوفية والتنفس الهواء والبحر وغير ذلك ساعتها نروح على حلول صحيحة ومنمنع يكون فيه فساد ومنحمي هالمواطن في لبنان اللي ما عاد فيه يحمل أكتر من اللعب برأيك الموضوع ممكن حل قبل تشكيل الحكومة يعني ممكن مثلا نصيف بعد ماكو اجتماعات مع وزارة البيئة اليوم أو وزير البيئة بحكومة تصيف العمل اليوم مش؟ ليه هذي مانا مسائل يعني ما عم ياخد قرارات بتتعلق بإنشاء وقصص جديدة من مهام وزارة البيئة أن تحمي البيئة في لبنان وين وزارة الصحة مانا عم بصير؟ في دائرة بوزارة الصحة تراقب هذي المسائل ليه ما عم بتعطي تقرير؟ ليه ما عم بتدخل وزارة الصحة؟ ليه؟ ما بعرف؟ وين دورون؟ يعني بيقدر يعمل اجتماعات وبيقدر يساوي مراسيم وبيقدر يشتغل بقرارات قديمة بس المهمة الأساسية لإله ما بيقدر ينفزها حماية الإنسان في لبنان صحيحين حماية البيئة للأسف تسويق للمحارق جاي من فوق وجاي للأسف باتفاق فرقاء السلطة اليوم إذا بتمشي محرقة بيروت سوف تعم المحارق الكبير والصغير والعشوائي في كل لبنان ومن يراقب ومن يشوف شوهيدا؟ هناك أحد معامل الطرابة في لبنان بدون تسمية لأنه ما بدي أعمل هيدا تحرق النفايات اللي بتجي من المستشفيات تحرق نفايات فيها مواد سامية كالبويا وغير زيال مين عم بيراقبها؟ صرها سنين في حدا يقلنا ليش بمنطقة شكة نسبة السرطان عالية؟ في حدا يقلنا بمنطقة سبلين وحول معامل الطرابة شو عم يحرقه؟ مع الوقود اللي عم بصير؟ نحن اليوم في أزمة أخلاق وأزمة ضمير قبل ما نكون أزمة تقنية في أزمة فساد بادن المواجهة على المواطن نعم، قبل ما يداهمنا الخطوة التالية نحن مستمرين في ضغط بالشارع بشكل كتير كبير لن تمر المحارق لو شو بدو يصير، بدنا نظل نواجه للأخير سبل المواجهة موجودة البديل موجود، قدموا البيئيين بشكل علمي وبشكل تفصيلي اللي بنص واللي بيبدأ بخطة وطنية استراتيجية مستدامة لموضوع معالجة النفايات هيدا موضوع ما فينا نعالجه بالحبة ما فينا نعالجه بمنطقة تبدأ من تخفيف النفايات من الفرز من المصدر من أعطاء البلديات اليوم عم بيعشتوا البلديات دورة أن تكون مساهم أساسي في معالجة مشكلة النفايات عبر الفرز الصحيح بلديات بصراحة مشيت بخطواتك اكتام البلديات شجعت ولكن وقت لقيت الدولة كل ساعة بتغير رأيها وبتروح لمواضيع حلول أبسط في كتير بلديات تمرق فيها وحتى من مناطق نائية حطيناك برامير للفرز بيقولك نحنا منجي على البيت منفروز بس نعطيهم للشركة اللي بتلم النفايات بيرجعوا بيكبسون مع بعض أصلا هيدا الكميون اللي بيجي بيلموا في زبالي أصلا هيدا غلط بتكبكل شيء بتكبسهم ببعض الموضوع سهل بلديات قادرة تقوم بهذا الدور يعني 90% من بلديات لبنان قادرة تقوم بهذا الدور ساعدت الناس بحطتهم مكعبات على الطرقات عدم عطاء الدور للبلدية هو اللي تميز هذه المشاريع بس هيدا أنا بدي أقول شغلة يمكن الوقت عم يدهمنا بس بدي أقول مسألة المواطن في لبنان هو المسؤول اليوم المواطن في لبنان كان عليه أن يحمي مستقبل أولاده الصح والبيئي بإيده بالشارع بالضغط ما قاد ينفع يعدين بالبيوت وعم نحكي نحن ما قادرين نسيطر على دخان الموتورات اللي زادت نسبة السرطان محرقة في كل مطرح يعني أمراض ويعني شكرا لك شكرا لك يعني أريخوا بإيدكم فعلا إن شاء الله مصر لبر الأمابة هذا الموضوع لأنه تعبنا موضوع البيئي عن جد فعلا بيتعب لبنان لأينا حل إجا الصيد إجا موضوع الصيد وتفضلش في شي بيحمي بيحمي الطيور المهاجرة وبيهتم هلا ببلشوا بقيلول الطيور المهاجرة ما هو لك اللي ما بيحترم اللي ما بيحترم البيئة بقيمتها المتكاملة صح طير وسمك وغير شغلة وبكون للإنسان بخدمة الإنسان فكله بيدمره شكرا لك أستاذ حرك أهلا وسهلا فيك إحنا عزبناك إن شاء الله سوف يكون في إلنا الليكاءات أخرى نحن بإعطيك ألف عافية